فيه مدربين انت اشتعلت معهم كثير زي ما اتفقنا بس فيهم واحد كنت بتقول كده بينك وبين نفسك حتى وانت بترعب حتى بعد ما بطلت يعني هو ازاي الراجل ده جيه درب الزمالك لا والله صعبش ازاي فحلوة اللي جامد لا مدرب الزمالك كانش مفوضي درب الزمالك يعني كان أقل من ناس زمالك اه كان فيه فترة جيه فيها واحد من البرتغال كده في السنة دي برضو مستر ناسيو ناسيو اه ناسيو يعني جاني قد واجب اه جاز الفني وكده اه وفترة برضو كانت صعبة او هو ملحقش برضو ملحقش كان جابولنا حد برازيلي انا ملحقش انا بقولك السنين دي كانت صعبة شوية كان فيه حد جيبان اربع مطشاط ومع انه كانت فيه قوي جدا في البرازيلي برازيلي اه افتكي الاسم اه بكيتا ايه بكيتا ولا مش عارف اسمه اه افتكي ممكن اوه ممكن يكون فكانت فترة صعبة كان فيه مدربين بيجوا كده ما يعني انت متحسش بيهم وبيمشوا وما فيش يعني ما كانش فيه شغل جامد يعني عالعكس تماما بقى كان جيه ناس معلمة مع الناس طبعا فريرة 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 وفيق ومستر فريرة وياسين و بالمناسبة فريرة ليه ليه الفترة دي كان يعني ده واحد من احسن مواسم من لدي الزمانك يمكن على مرة طبعا افضل المواسم احنا شوفنا سيستم والنظام كان مختلف تماما احنا كنا كنا ماشيين في اتجاه لاننا ماشيين عكس بقى احنا هنا كنا ماشيين كده واول الدوري يعني يعني شحالي يعني كسيستم تمرين كطريقة لعب كأسلوب كتحليل أداة كان معين الفترة اللي قبليها على طول كان برضو معنا مستر باتشيكو وكان مميز جدا وكان ماشي بشكل كويس جدا وكنا اول الدوري برضو بس اول ما جينا اول ما مستر فريري جاي واحنا اول الدوري كنا بقى شايفين ان احنا فرقة جامدة بقى ومتصدرين قال لنا انتوا بتعرفوش تلعبو اصلا اصلا او بتلعبو غلط ولا واحد فيكو بيعرف يوقف وكان فينا تسعف المنتخب ساعتها بلاجوا بتقعوه المنتخب ازاي او بجد والله فاجئ كان فيه ساعتها يعني ايام مش عايزين نتذكرها حادث الدفاع الجوي فالدوري يوقف شهرين فدي كانت اكبر ميزة في السنة دي لمستر فريرو الشهرين دول بدأ يبني الفريق من جديد خالص بيعلمنا نباص ازاي ونستلم ازاي ونقف في الملعب ازاي وده الطبيعي ان انا لعيب في نادي الزمالك ولسه بيعدل عليه اقف ازاي وباص ازاي ووضع جسم ازاي انتوا بالمناسبة لما كان بيبدأ يعمل معاو كده كنتوا مدائين مدائين بس احنا بدأنا نعرف بقى كل الشغل ده امتى مع اول مباررة اسمية بدأ يشتغل فيها بقى لقينا نفسنا برشلونة بجد يعني برشلونة اللي بيقولوا وبنعملوا وإحنا مغمضين وإحنا مغمضين يعني بدأ يحفظنا التحركات في الملعب يقول لك باصي هنا وما لكش دعوه تلاقي واحد جاي واخدها ما تفهمش ازاي يعني اول ما الكرة الجنبي يحطوا الكرة في التحضير الاتنين السردباكات يفتحوا كده وانا كنت ستة بقى فقدامهم والباكات كده فقول لك باصي هنا باصي هنا باصي باصي هنا وبقى يجيبها لنا بقى بعد المطش يجيب لنا اللقطات دي طبعا كان معام حل الأداء قوي جدا 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 كان معا الجهزة أصلا أقوى مثلا من التلفزيون اللي بيصور كاميرات بيتجيب الملعب كله فبقى يجيب لك بقى المطش اللي هو قال عليه بننفزه بالحرف بنوصل الهجمة مش لازم تيجي جون بس بنفنش عالجون هجمة خطر بنعمل عكس اللي بيقوله فشل فكان هو شغال على النقط دي بعد كل مطش كنا بنترعب أكتر يوم مرعوبين فيه اليوم اللي فيلم في المحاضرة الفنية بتاع المطش